وفق مجلس النواب على إنشاء وكالة الفضاء المصرية بحيث تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدارية وحسب مشروع القانون يكون المقر الرئيسي للوكالة مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر كما وفق المجلس على المادة السابعة الخاصة بإنشاء مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وتنص المادة السادسة بعد موافقة المجلس عليها على أن للوكالة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات بمجال تخصصها